السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة وهل يلزم أن يكون الدعاء في ساعة الإجابة في المسجد لا يلزم أن يكون في المسجد وساعة الإجابة مفتملة في يوم الجمعة كله فهل الله من أجل أن المسلم يجتهد للدعاء في كل اليوم ويحصل على ساعة الإجابة ويحصل على زيادة الدعاء في كل اليوم والعلماء اجتهدوا كل له رأي في تحديدها ولم يترجح شيء من إلا عند الإمام محمد أنها قبيل غروب الشمس آخر يوم الجمعة قبيل غروب الشمس في جمال يسير وهناك من يرى أنها عند دخول الإمام إلى أن تطر الصلاة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ورضت أسئلة كثيرة في تحديد الساعة ذكر ابن حجر في حتح الباري ذكر أطوالا كثيرة في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة نعم